بحيث القضاء يأخذ قراره بشكل تام مستقل باستقلالية تام عندما شعرت أن هذا الظرف متحقق جئت وسلمت نفسي بشكل طوعي في مطار بغداد نزلت بشكل طيارة نزلت في مطار بغداد وسلمت نفسي بشكل طوعي بدون اتفاق مسبق دكتور أي اتفاق سياسي مع أي جهة سياسية ما حصل مجرد اللي حصل الآتي أنه أنا الفترات الماضية كنت راقب الساحة وشايف أن الوضع السياسي السابق اللي تم استهدافي موجبة لازال مستمر عندما تبدلت الحكومات أكثر من حكومة غيرت شعرت أن الموضوع بدأ يمضي عليه وقت فالاستهداف السياسي بدأ ينزل أتيقن أن القضية قضائيا قابلة للحل وكنت هيت من الاستهداف السياسي عفوا دكتور الشيعي لكن أنت أمام استهداف أكبر الأمان هو ما كانك استهداف سياسي الشيعي إطلاقا أنا أعتقد أن القضية حركت من مناطقنا بداية ووضعت أمام المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحكومية حركت عبر القضاء والقضاء من تجي أي شك هو لازم يسير بإجراءات القضاء وفي هذه اللحظة أنت الآن محارب من الجانب السني ماذا يحاربك الشيعي؟ هو للأسف الشديد هذا بعد وظلم ذوي القربة أشد مضابة من تجيز بإ milestones وأعرف أحصان يسير Midiat وضع هذه اللحظة نظام وفي أحصان ينقص في حضاً بلاحظة الاستساسي وفي هذا دائم اشتركوا في القناة